انطلقت أعمال الدورة المئة واثنين وستين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك كما يبحث مشروع جدول الأعمال بندل حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويجتمل على عنوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي كما يناقش الابتماع عدد من البنود الدائمة المتعلقة بالشؤون العربية والأمن القومي ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال والتضاب مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليق العربية فلا تزال الأوضاع في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية تفرض نفسها بقوة على أجندة اجتماعاتنا كما في كل مرة ولا تزال إسرائيل مستمرة في ارتكاب أبشع في حق الشعب الفلسطيني والإمعان في إرهاق أرواح المدنيين العزل والإمعان في إزهاق أرواح المدنيين العزل ومنع وصول الدواء والغذاء وارتكاب المجازر التل والمجازر وهنا لا بد من التأكيد أننا مطالبون جميعا كدول ومجتمع دولي ومنظمات مجتمع مدني بالتحرك السريع والفعال ومضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية لقد فشل مجلس الأمن الدولي في وضع حد الانتهاكات الإسرائيلية الفاشية ضد الشعب الفلسطيني رغم تزايد وعي الرأي العام العالمي الحر بأن الوقت قد حان لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب إن هذا الدورة لمجلس جامعة الدول العربية سوف تكرس بدرجة رئيسية للاتفاق على موقف عربي مشترك إزاء العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا الصامد في الأرض الفلسطيني المحتلة فالحقيقة الماثلة أمام الجميع اليوم هي أن شعباً محتلاً أعزلاً يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير وأصبح مجلس الأمن الدولي لافي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الحرب الفاشية في غزة وفي عموم الأرض الفلسطيني المحتلة